علم لدى مصالح الامن الوطني بمدينة سيدسليمان ان الشخص الذي تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الادريسي بالقناطرة مساء امسن الاحد ادوافته المنية في حدود الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين واضح بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني ان مفتشين للشرطة كان قد اضطرى لاستخدام سلاحهم الوظيفي مساء امسن الاحد في تدخل امني لتوقيف شخصين كان يحملان سيفا من الحجم الكبير وحاول تعريض سيدة للصارقة بالعنم حيث اطلق لصصة تحذيرية في الهواء واربع لصصات اصابت احد المشتبه فيهما على مستوى الكتف والاطراف السفلة مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية قبل ان توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية واضاف المصدر ذاته انه تم فتح بحث في هذه النازلة تحت اسراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف وملابسات هذه القضية وكذا توقف المشتبه فيه الثاني الذي لا يزال في حالة فرار